هكذا يرفع الحوثيون أو ما يسمون بأنصار الله شعارا سياسيا أطلقته ثورة الخميني في إيران عام تسعة وسبعين وتسعمائة وألف ما لبث أن سقط بسقوط صاروخهم الذي انطلق من مسجد بمعقلهم في صعدة تجاه أقدس بقاع المسلمين تهاوت إذن شعارات يلوكها الحوثيون منذ نشأتهم عام اثنين وتسعين وتسعمائة وألف لم تكشف إلا عن زيف واضح جلي اليوم استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات هذه الميليشيا المنحرفة وهي الموت الإسرائيل الموت الأمريكا والنصر الإسلام وفي نفس الوقت يهاجمون كعبة المسلمين واستهدفون مكة المكرمة ولأن أي حركة سياسية طائفية تجيد امتطاء شعارات كتلك أبل قدر إلا أن يكشفها في لحظة غادرة تجاه البلد الأمين وفي الشهر الحرام وفي ليلة كانت فيها العاصمة المقدسة في ثوب من السكينة في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي امتدت يد الغدر صوب أم القرى بصاروخ باليستي قبل أن تنبر الدفاعات السعودية لتقطعها قبل خمسة وستين كيلو مترا من قبلة المسلمين استدعى ذلك غضب مليار ونصف المليار مسلم في شتى بقاع العالم منددين بجريمة شبهوا فاعلها بأبرهة الأشرم يوم جيش جيشا من الفيلة لهدم الكعبة المشرفة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ غضبة إذن استدعت اجتماعا إسلاميا عاجلا في العاصمة المقدسة لبحث تداعيات استهدافها بصاروخ حوثي وإذ يلتأم وزراء خارجية المنظمة الأكبر عالميا بعد الأمم المتحدة لبحث الموقف الإسلامي من استهداف قبلتهم يبحث المجتمعون أيضا توحيد الموقف ضد التدخلات الإيرانية التي تدعم الميليشيات في المنطقة بدءا بالعراق مرورا بسوريا وليس انتهاءا باليمن تحديات يواجهها العالم الإسلامي في عاصمته المقدسة في ظل ظروف بالغة الدقة تستدعي موقفا إسلاميا تجاه قضايا شتى على رأسها استهداف قبلة المسلمين عبد الرحمن بن مزياد الإخبارية